دكتور شرقاوي صباح النور أهلاً صباح خير أهلاً وسهلاً بك معنا يعني دكتور كما ذكرنا في المقدمة يبدو أن الولايات المتحدة تعيش واقعاً جديداً أفرزته نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة والتي انتهت بسيطرة أو أنهت سيطرة الحزب الجمهوري في الكونغرس ويبدو أن هناك هو شاسع اليوم بين مجلس النواب برئاسة نانسي بيلوسي وبين ترامب كيف يمكن أن نشرح قانونياً إذا استطعنا انعكاس هذه النتائج داخل الكونغرس وبالتالي على سير القرارات داخل الولايات المتحدة نحن الآن في مرحلة تنطوي على ضرورة التوصل إلى توافقات سياسية وتشريعية بين البيت الأبيض والكونغرس وهذا هو روح العمل السياسي العادي في الولايات المتحدة غير أن الرئيس ترامب تعود خلال العامين الماضيين على أنه يريد أن يحصل على أكثر ما يمكن وربما حتى إن كان يتجاوز أعراف الدستور نظراً لوجود أغلبية جمهورية في مجلس النواب والشيوخ كان يطلب ميزانية يخصصها مجلس النواب في حدود 25 مليار دولار ثم الآن هو استقرر رأيه على الأقل خمسة ملاهير لبداء عملية الجدار وإن كان جدار رمزي هو الآن يطلب ما هو رمزي حتى يظهر أمام قاعدة الانتخابية أنه الرئيس الذي يفي بوعوده ويحمي الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي لكن قد ينسى أو يتنسى عن جدار رمزي ويؤدي إلى إغلاق المؤسسات الحكومية دخلت أسبوعها الثاني الواقع أنه عندما نعم هل مسألة لإغلاق الجزء للحكومة هي ببساطة أن ليست هناك اعتمادات مالية في ميزانية هذه المؤسسات على مستوى الكونغرس بمعنى الميزانية الجديدة للعام المقبل فماذا يحصل؟ يتم تقليص الخدمات العامة لا نتحدث عن الخدمات الحيوية أو الأساسية أو ما يسمى بـ essential jobs بمعنى الطيران والأمن وما إلى ذلك لكن مثلا على مستوى المتنزهات على مستوى المعارض على كل ما يتعلق بما هو غير أساسي ليست هناك ميزانية فتقفل هذه المؤسسات ويصبح الموظفون في حالة تعرف قانونيا بالفيرلو وهو أنهم لا يعملون خلال تلك الفترة ويبقى الباب مفتوح سواء بتعويض لاحق عندما يتم اعتماد ميزاني جديد أو ربما قد ليعوضون لكن في الغالب يحصل تعويض لهؤلاء الذين لم يشتغلوا لفترة الإغلاق يبدو الآن أن المحادثات التي تزعمها نائب الرئيس مايك بينس مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب لم تصل إلى أي نتيجة وينبغي أن نترقب أن هذا الإغلاق النسبي أو الجزء للحكومة سيستمر على الأقل أسبوعا أو أسبوعين آخرين فيبدو الآن أن الحكومة تعمل بنظام ما يسمى بالCR وهي مختصر لContinued Resolution بمعنى أن الحكومة الفيدرالية تتحرك وتصرف ميزانيتها على حسب توقعات وحسب مستوى ميزانية العام المنصرم حتى تتضح صورة الميزانية المقبلة فأعتقد أن هذا هو كنه الخلاف الآن في نفس الوقت الآن ترامب كما ذكرتم في المقدمة هو يحاول تضخيم القضية لأن أمن الحدود الجنوبية هو حيوي للبلاد وأنه قد يلجأ إلى إعلان حالة طوارئ وهذا أعتقد أمر غير منطقي ولن يقبل لا سياسيا عند الطبقة السياسية في الكونغرس ولا حتى شعبية لأنه ليست هناك حقيقة أزمة بمعنى إن كان هناك بضع عشرات من الذين يتسللون عبر الحدود بين المكسيك والمتحدة فلا يعني هذا أن المسألة تحولت إلى هذا التضخيم وهذه المبالغة المفرطة لذلك نلاحظ أنه ظهر بالأمس وهو ينفخ في هذه السردية السردية حماية الأمريكيين من المغتصبين ومن مهرب المخدرات وهي بالمناسبة نفس السردية التي سمعناها في الخامس عشر من يونيو عام 2015 عندما قرر ترشيح نفسه للانتخابات فترامب هو فقط يعيد إدارة نفس ما قاله قبل عامين ونصف لعل وعسى أن يجد أصوات في الكونغرس وأعتقد أنه ربما نافذة هذه المحاولة قد اغلقت بالكامل لأن هناك الآن أعضاء في مجلس النواب من الديمقراطيين مما لا يقبلون حتى النظر في مثل هذه المطالب بل هم يتجهوا الآن إلى التحقيق في دمته المالية وهل تم تبيض بعض الأموال عبر شركة ترامب عندما كان مرشحا يعني هل برأيك اليوم مع هذا الواقع الجديد في الكونغرس الأمريكي وهذه المراوحة التي تتحدث عنها والتي يسعى ترامب إليها هل برأيك ستسمح أو ستؤدي إلى كمش ترامب ومنعه من اتخاذ قرارات فوضوية التي شاهدناها في الفترة السابقة في الشهر الماضي شاركت في ندوة في معهد البروكينغز عن تقييم نتائج الانتخابات الجزئية التي كانت في نوفمبر على مستوى مجلس النواب مجلس الشيوخ وحكام الولايات وقلت وقتها إنه يبدو أن المدى الترامبي كان قد بلغ دروته قبل الانتخابات وبالتالي الان ربما نرى انكماش نسبي لهذه الترامبية أعتقد أن وجود أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب ورغم وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ يبدو أن الميزان السياسي يتغير تدريجيا وأصبحنا كمن يرى مشهدين متناقضين أو على الأقل أن عالم ترامب في البيت الأبيض وعالم المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب هم يعيشان في منطقتين أو ربما في قارتين متباعدتين ليست هناك خطوط التقاء فعندما يطالب ترامب بميزانية خمسة ملايير لبناء الجدار مدى يقترح الديمقراطيون النظر في دمة المالية أيضا التحقيق في قضية مدى تورط الكريملين في الانتخابات وأمور أخرى بمعنى أن رياح المجلس النواب تأتي على عكس ما تشتهيه سفن ترامب في هذه المرحلة فيبدو لي أن ترامب الآن سيعاني الكثير من التحديات والكثير من التلسنات مع زعيمي أعضاء الحزب الديمقراطي سواء كانت نينسي بيلوسي في مجلس النواب أو سناتر شومر في مجلس الشيوخ فلا يمكن أن نتلمس تقارب هذه المسافات لأن ترامب ليس من الذين يحسنون فن التوافق السياسي وإن كان هو دائما يلوح بأنه البارع في إبرام الصفقات وأنه عندما يجلس في قاعة المفاوضات هو الذي يستطيع أن يكسب شميع الأوراق وبالتالي الطرف الآخر يخسر هذا ما يدعيه ترامب لكن حقيقة الآن عندما تصر الزعامة الديمقراطية في مجلس النواب على عدم منحه ما يريد بشأن ميزانية الجدار العازل في أول يومين من انعقاد مجلس النواب داخل الكونغرس الجديد هذا مؤشر قوي على مدى صلابة المعارضة الديمقراطية وأن ربما الترامب يتعين عليه أن يشرب مزيد من القهوة ليعي حقيقة أن هذه المعارضة معارضة حقيقية وجادة في عدم منحه ما يريد بمعنى أن ذلك الإجماع الذي كان داخل الحزب الجمهوري وداخل اليمينيين وخصصا ما يسمى بتجمع فريدم كوكس تجمع الحرية اسمح لي كيف يمكن اليوم لترامب أن يواجه هذه المعارضة هذه التحديات التي نتحدث عنها وهذه الهوة التي أخبرتنا عنها ما هي الخيارات أمام ترامب لمواجهتها؟ هل سيقف مكتوف الأيدي؟ هل سيرضخ للمعارضة؟ وخاصة وأنه يمكن أن نتحدث عن أن الانتخابات 2020 أصبحت قريبة جدا بالنسبة للناخبين الأمريكيين؟ لا الأكثر من هذا أنه بعد خمسة أشهر من الآن يعني في ماي أو يونيو 2019 سيبدأ مسلسل الترشيحات لانتخابة الرئاسة ومن بين المرشحين طبعا دونالد ترامب فمسألة الانتخاب تبدأ معنا مبكرا بعد ستة أشهر من الآن على أبعاد تقدير لترامب الحق في أن يظهر أمام الكاميرات أو يغرد كما يريد ويشنأ الكثير من الحملات والمنورات لعله عسى أن يضع ضغوط على أعضاء الكونغرس لكن عليه أيضا أن يتذكر وأن يقرأ التاريخ الأمريكي خاصة الحديد لا يمكن لأي رئيس في واشنطن أن ينجح ما لم يحصل على أو ما لم يتوصل إلى التوافقات السياسية المطلوبة نظرا لأن النظام الأمريكي نفسه يقوم على قاعدة أن هناك ميزان متقارب بين الجهاز التنفيذي ويرأسه البيت الأبيض والجهاز التشريعي وفي مقدمة مجلس النواب ومجلس الشيوخ وليتذكر ترامب أيضا أن أحسن مثال على هذا التوافق السياسي كان في سنوات الثمانينات بين الرئيس رونالد ريغن في البيت الأبيض وطيب قونيل الذي وقتها كان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هذا ليس بالعصور الغابرة هذا قبل 30 أو 38 عاما فهذا بالمناسبة أيام وجود رئيس جمهوري في البيت الأبيض وترامب قالها عدة مرات أنه معجب بشخصية ريغن بل يعتبر نفسه نصحة أخرى من ريغن فما لم يقتنع ترامب بهذا التوافق وأن يتعاون بمعنى أن المسألة السياسية هي فن الممكن ما لم يحصل على نوع من التعاون الإيجابي بمعنى أنه يتفاوض وربما يبدي تنازلات وربما الديمقراطيون أيضا يقبلون بفكرة التنازل ما لم تحصل هذه العملية لا يمكن أن يتحرك لأن المسألة تبدأ الآن بالإغلاق الجزئي للحكومة وهناك قضية وملفات أكثر أهمية وأعتقد أن العامين المقبلين لن يكون ترامب في حالة يردى عنها نفسه النظر لأنه عندما يطالب بالمزيد يحصل على الأقل وهذه هي القاعدة الديمقراطية الآن التي تعمل بها نانسي بنوسي ورفقها في مجلس النور وبداية كيف يمكن لهذا الواقع أن ينعكس على الأمريكيين بشكل عام أعتقد هناك مؤشران على الأقل المؤشر الأول أن هذا يعطي للأمريكيين الانطباع بأن الرئيس من الذين يترنحون ويجمحون كثيرا بمعنى هو كما قلت في البداية كان يطالب الكونغرس بمنحه 25 مليار دولار الآن هو يرضى بخمسة ملاير فقط فكرة الجدار كانت على أساس أن الجدار يشمل حول ألفين كيلو متر من الحدود المكسيكية الأمريكية الآن هو ربما يقبل بمناطق سيتم تشيد الجدار فيها وربما مناطق أخرى وحتى نوعية الجدار هل هو من الجدران السميكة الحديدية أو نوع من نصف الطريق إذا صح التعبير هذا من ناحية أخرى أيضا هو الآن يجد نفسه أيضا يفكر في الحاضر كما يفكر في المستقبل عندما لا يحصل على ما يريد من الكونغرس وعندما يجابهه الكونغرس بهذه الشراسة هذا يعني أنه ليس رئيسا فعالا فينعكس على ذلك سلبيا في مخيلة وانطباعات الأمريكيين الذين صوتوا عليه خاصة من الجماعات اليمينية والمحافظين الجدد هؤلاء بعضهم الآن يعيد النظر في مدى مناصرتهم لترامب لأنه إن كان قد حقق بعض الوعود يعني ثلاثة أو أربعة وعود أوباما كير وقضية القدس والانسحاب من سوريوما لذلك لأن القائمة لا تزال طويلة هو ورط نفسه في 282 وعد انتخاب قطع على نفسه ولا يستطيع الآن أن يحققها بالكامل لذلك أعتقد أن براجماتية ترامب في هذه المرحلة تتضاءل وتتآكل من ذاتها وهذا أيضا سوف يعزز الانطباع السلبي بأن هناك مسافة كبيرة بين ترامب الخطابات والتغريدات وترامب أمام الكاميرات وبين ترامب الفعلي وكيف يتعامل وكيف يصل إلى تنفيذ سياساته وأجنداته فالمسألة الآن مسألة انطباعي يتغير وأعتقد أنه كلما هو دفع باتجاه مطالبة الكونغرس بمنحه ما يريد من ميزانية للجدار إلا واستيقظ على حقيقة أن هناك بعض الديمقراطيين الآن ممن يريدون أن يحققوا في دماته المالية وفي تورط الكريملي في الانتخابات وفي وجود عدة ملفات شئكة وبالمناسبة لم نسمع بعد من المحقق روبرت مولر للأسف انتهى وقتنا دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن بواشنطن شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة مشاهدين الكرام أشكركم على طيب المتابعة وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم لقاؤنا يتجدد في الغد أما الآن عودة للزميل توني اشتركوا في القناة